موسيقى بونجو عاتوس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا في قناة فرنسيولينيا سنرى في درس هذا اليوم بعض العبارات المستعملة بكثرة في الحياة اليومية سأحاول شرحها بالتفصيل وسأعطيكم أمثلة لتفهمونها أكثر حاولوا أن ترددوا معي دائما الجمل وركزوا جيدا على كيفية نطقها C'est parti لقول أنا أعتقد أو أنا أدن أقول Je pense que أو bien Je crois que Je pense أنا أعتقد que أنا Le verbe penser هو يفكر أو يعتقد يمكنني أن أقول أيضا Je crois que أنا أعتقد أن أو أنا أدن أن ولقول في رأيي أقول A mon avis أنا أظن أنه متعب أنا أظن أو أنا أعتقد أنه متعب في رأيي هو متعب أنا أعتقد أنه متعب إذن كل هذه العبارات لها نفس المعنى لقول أنا متأكد أو أنا متأكدة أقول أو بيان أو بيان أو بيان هذه الجمل تعني أنا متأكدة وإذا أردت أن أقول أنا متأكدة أضيف حرف E إلى جميع هذه الصفات وبالتالي أقول أي أضيف حرف E في آخر الكلمة أيضا أضيف حرف E في آخر الكلمة أيضا أضيف حرف E في آخر الكلمة أي أن أضيف حرف E في آخر الكلمة مثلا أضيف حرف E في آخر الكلمة أي أنا متأكدة أو متأكدة من أنه لا يقول الحقيقة يمكنني أن أقول أيضا أو أضيف حرف E في آخر الكلمة أو أضيف حرف E في آخر الكلمة مع نفس العبارات والتي تختلف نوعا ما عن ما رأيناه سابقا لاحظي الآن جيدا هذه الجمال هذه الجمال تعني أنا متأكدة أو أنا متأكدة من ما أقول وهذا هو الإختلاف مع العبارات السابقة لأن هنا أضفنا la preposition de بعد هذه العبارات وهي هنا تعني من وفي السابق أضفنا ك بمعنى أن والآن لقول يجب أن أستطيع أن أعبر عن هذه الجملة بطريقتين الأولى هي أنني أقول يجب أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع هذه العبارات وأضيف الفعل كنججز أو سابقا بمعنى في زمن مدارع الشك هذا الزمن نستعمله عندما نعبر عن حدث لم يقع بعد قد يكون شك أو أمنيا أو رغبة في فعل الشائن كنجز أيضا يجب أن يجب أن تصل في الوقت المحدد تجب أن تصل في الوقت المحدد وللتعبير عن جملة أتمنى أن يمكنني أن أقول J'espère que أو bien Je souhaite que نضيف إلى العبارة الأولى J'espère que Le sujet أي الفاعل Plus le verbe أي الفاعل أيضا نضيف إلى العبارة الثانية Je souhaite que Le sujet أي الفاعل Plus le verbe au subjonctif بماعنى الفاعل مصادف في سرات الشك Par exemple J'espère qu'il viendra J'espère qu'il viendra Ou bien Je souhaite qu'il vienne Je souhaite qu'il vienne بماعنى أتمنى أنه سيأتي لحظ الآن الجملة الأولى J'espère أتمنى qu'il viendra أنه سيأتي كما ترى هنا Le verbe venir est conjugué au futur أي في المستقبل ولا نصرفه في سرات الشك كما ترى في الجملة الموالية والآن لحظ الثانية Je souhaite qu'il vienne نلاحظ هنا أن le verbe venir est conjugué au subjonctif أي في سرات الشك دائما بعد عبارة souhaiter que الفعل يكون مصرف في سرات الشك c'est-à-dire au subjonctif لكن بعد عبارة espérer que الفعل لا يصرف في سرات الشك لأن فعل espérer هو اعتبار ما نتمنى كأمر مؤكد وغير مشكوك فيه بمعنى أننا ننتظر هذا الأمر أو هذا الشيء وليس لدينا أي شك في فعله أو تحقيقه J'espère qu'il viendra Je souhaite qu'il vienne بمعنى أتمنى أنه سيأتي أو آمل أن يأتي إذا أردت أن تقول أخبرني تقول بالفرنسية Tiens-moi au courant Tiens-moi au courant Le verbe tenir ici est conjugué à l'impératif c'est-à-dire في الأمر يمكنك أن تقول أيضا Tiens-moi informé Tiens-moi informé Informé س'accorde avec moi إذن في المؤنس نضيف حرف أ هذه العبارة تستعمل مثلا في رسالات الرسمية وبالتالي تقول تنين-moi informé تنين-moi informé لأن طبعا كرمز للإحترام والتقدير نستعمل vous على place de ت لقد تحدثنا عن هذا في درس سابق c'est-à-dire عن le vouvament et le tutoamant والجملة الأخيرة informe-moi 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 أي أخبرني le verbe informé est conjugué aussi à l'impératif في الأمر ولي قول حسنان أقول دَكَوْرَيْهَا سَنْتَيْهَا سَنْتَيْهَا يمكننا أن نعبير عن هذه الجملة بعبارات مختلفة العبارة الأولى أو الجملة الأولى إلتَيْهَا qu'est-ce que تُنْ pense qu'est-ce que تُنْ pense الجملة الثانية qu'est-ce que تُنْ dit qu'est-ce que تُنْ dit الجملة الثالثا quel est ton avis quel est ton avis ال جملة الربع quelle est ton opinion quelle est ton opinion ou الژملة الخامس à ton avis والجملة الأخيرة والآن لنرى الشرح أو الترجمة الحرفية لهذه الجملة الجملة الأولى أي ماذا تفكر عن هذا أي ماذا تعتقد أو ماذا تدن الجملة الثانية أي ماذا تقول عن هذا أي عن هذا الأمر الجملة الثالثة أي ما هو رأيك الجملة الرابعة أي ما هو رأيك الجملة الخامسة أي في رأيك والجملة الأخيرة بمعنى ما هي وجهة نظرك لقول أنا غاضبة أو أنا غاضب أقول طبعاً حرف E بين قوسين يشير إلى المؤنث. لقول أنا سعيد أو سعيدة أقول أو bien أقول أنا سعيدة أقول أنا سعيدة أقول أقول سعيدة أقول سعيدة أقول هي شيئك أم عكس أم عكس أم عكس موسيقى 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 والجومل الاخيرا la dernière phrase je suis enchanté والقاول سعيدا أقول enchanté avec eux à la fin je répète au Eid je suis heureux ou bien je suis heureuse je suis gai je suis joyeux ou bien je suis joyeuse je suis content ou bien je suis contente je suis ravi et je suis enchanté les اقول أنا حزين أو حزين اقول je suis triste je suis triste ou bien je suis malheureux je suis malheureux et pour dire حزين les قول حزين اقول je suis malheureux je suis malheureux ولقول أراك لاحقا أو إلى اللقاء هناك العديد من العبارات للتعبير عن هذه الجملة à plus tard ou bien à plus بالعمل à la prochaine à bientôt au revoir ولأننا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أقول لكم à la prochaine اشتركوا في القناة